الوصية الاولى ان انا عايزك تتذكري دائما وابدا حطيها حلقة فودنك انه نفسية ابنك اهم لون مرة من المذاكرة ايه بس المذاكرة مهمة طبعا لشك المذاكرة مهمة مش هنختلف على ده تماما يعني لكن حتفهميني مع الوقت يعني فيه اختلاف مستويات للطلاب فهناك مش كل ام كلهم عايزين ابنهم يطلع الاول فما هو يطلع الاول واحد بس والباقي هيبقى متدمر ايه نفسية هو تتدمر لانه يعني كل ام عايز ابنها يطلع الاول تمام زي كل ام عايز ابنها يعطي في الدسك الاول يعني وهم مثلا تمانين طالب في الفصل يعني هو دسك واحد او تلاتة يعني في تلاتة بتسعة يعني طب والباقي المهم انه دائما وابدا عايز حضرتك كأم تركزي وانتي بذكر مع ابنك ان نفسية ابنك اهم للون مرة من الطالب ابنك يعني تمام لانه انت ممكن تدمرين نفسيا ممكن تكسرين نفسيا انت ممكن تخوه فيه بتبقى جالس تعذاب فعلا هو قاعد حاس ان فيه بعبه حاس ان فيه أسده وهو فار حاس انه طول الوقت منكمش في جلده طبعا للأسف لما بتبقي بتذاكري معاه وانت حطه في دماغك انه المذاكرة أهم منه انه يبقى كطالب أهم من نفسية ابنك للأسف بتدمر نفسيته وما بيقدرش يحصل تعليميا خالص ليه؟ لان مجرد ما تعودي بالتصور ده او تعودي وانت متضايقة او بتزعائي او بتضرابيه بتاعه تقريبا عقله مش موجود وبالتالي مش هينتبه وبالتالي مش هيخزن معلومة وبالتالي مش هيستدعيها وتقول له انا قلت الف مرة ما قلت الف مرة بس هو قاعد مرعوب يعني هو الخوف مطير عقله ببساطة لان عندنا قاعدة بتقول ان العامة الانفعالية الخوف والقلق والتوتر تؤثر سلما العامة الانعرفية لو الانتباه والتركيز والذاكرة والتذكر يعني والخبرة الحقيقة علمتني ان انا ممكن يجيلي واحد واخد كلية من كليات القمة يعني لكنه شخصيته هشة جدا ونفسيته مدمرة ويعني مش عارف يعيش مش عارف يتجوز مش عارف يشتغل مش عارف يعمل اي حاجة في حياته مع انه ما شاء الله كان يجيب 98% يعني المفترض بقى الاول بقى يبقى الاول في كل حاجة لا هو كان الاول في درسته بس مش الاول في نفسيته علشان كده مهم جدا انك دايما تركزي ان ابنك يكون يعني الاول في نفسيته اهم الليون مرة من يكون الاول ايه في درسته عارف لما يكون ابن سبحان الله متوسط في قدراته العقلية مع قدراته الجسدية مع قدراته النفسية يعني ويبقى عايش حياته بقى ريحية وبمرونة هيبقى مرتاح في طريق حياته لانه دائما وابدا المهارات الشخصية للابناء هي اللي بتؤدي لها نجاحهم في الحياة اكتر من واخد كلية ايه واخد شهادة ايه وكان جاب كام في السنوية العامة والزكاء العاطفي او الزكاء الوجداني انه يبقى يقلف ويقلف ويبقى مرن ويبقى حبوب وقال اخره ده افضل من المرة من الزكاء العقلي هو اللي منجح الانسان في الحياة يعني اشتركوا في القناة